نسيب بقى كرة القدم ولكن لسه مع النادي الأهلي ولكن في كرة اليد فريق شباب النادي الأهلي لكرة اليد موليد 2004 هقفوز مهم على حساب نظيره فريق الزمالك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس على صالة الأمير عبدالله الفصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ضمن طبعا النادي الأهلي الفوز ببطولة الدوري ضمن منافسات الأهلي في بطولة الدوري المرتبط للمحترفين شهدت المباراة أداء قوي جدا من جانب الفريقين وقدم خلالها لعبه الأهلي مستوى وميز لينجح الفريق في تحقيق الفوز بنتيجة 39-33 وأشهد الجهاد الفني بما قدمه اللاعبون خلال المباراة من أداء فني وبدني وأسهم في تحقيق الفوز عن جدارة واستحقاقه هو ما يمثل دافعا للعبين من أجل تقديم عروض قوية خلال الفترة المقبلة كعادة فرع النادي الأهلي يعني يمكن المنافسة قوية جدا بين الأهلي والزمالك في الهندبول على كل المستويات سواء في القطاعات الناشئين أو في الفريق الأول كمان حقيقة ونفس الشرسة لكن الأهلي رجع بقوة جدا من سنة ونص تقريبا بدأ بقى الأهلي يرجع يبقى كل الوطولات هو اللي بياخدها ده الحمد لله يعني بعد تعب من إدارة النشاط الرياضي في النادي الأهلي بقيادة كابتن خلال العادي ودعم مجلس الإدارة ليهم اللي كان يعني فرقة اليد كانت حصل لها ضروب كده فترة من الفترات لكنها رجعت قوية جدا على كل المستويات الحقيقة ترجمة نانسي قنقر